السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم 26 أكتوبر 2017 اليوم 26 أكتوبر 5 2017 ونحن الآن نزور ونترحم على روح الزعيم علي عيزة بيكوفيتش في سرايفو رئيس جمهورية البوسنية الأول ونحن الآن نتعلم في المساعدة من علي عيزة بيكوفيتش المساعدة البوسنية الأولى في سرايفو من المؤمنين رجالهم صدقوا ما عهدوا الله عليه منهم من قدا نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدل أمانك أصدقائي هؤلاء منهم جميعاً ومعينة ومعينة الله أصدقائي 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 ويوقف معركة الحرب أو مكنة الحرب التي كانت تحصد الأرواح وتسيل الدماء وفي نفس الوقت تغتسب النساء أصدقائي 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 في حياته في ساريه وفي ساريه أصدقائي أصدقائي نحن كما المسلمين الذين كانوا يحبون ويقومون بشكل كورشيات في الشعب وفي سارة أبو طالب وفي ثلاثة عام أصدقائي أصدقائي وفي ثلاثة عام أصدقائي أصدقائي في 1995 عندما قبلت في 1990 في مكتبه في ساريه قال لي نحن نعيش في حصار سارييفو وحصار سارييفو كما عشر سوعة سلم والصحابة في حصار شعب أبي طالب ولم تنقدي ثلاثة أعوام إلا وفك هذا الحصار في مكة ولن تنقدي ثلاثة أعوام إلا وسنفك حصار سارييفو وفك حصار سارييفو في عام 1993 نحن اليوم في أحد الحضائق التي تحولت إلى مقابر عامة فهنا كثير من الشهداء من سن سنة واثنين وخمسة وعشرة وستين وسبعين وتمانين وتسعين إلى آخرة اليوم نحن نحن نقدي ثلاثة أعوام في سارييفو التي تصبح مقابر عامة لكثير من الناس في عام 1 عام 2 عام 5 عام 10 عام 4 عام 50 عام كثير من الناس عام 10 عام لقد عاشوا وماتوا من أجل تحقيق السلام العادل كثير من الناس لتحقيق السلام لتحقيق السلام من الناس هنا نظر إلى المكان الذي يعيش فيه الرئيس والمكان الذي يعيش فيه كل فرد من أفراد الشعب ونظر إلى ما نظر إلى مكان من الأحيان والمكان الذي يكون أتمنى التماني للفرد وإشئ في كل مكان من الناس من الناس القبر هو حياة الخلود المناس من الأنحاء إذا ترى عائزة بيجووش قدم العمل لبناء السلام فهو يذهب معه وعمله في قبره فيتحول العمل من عمل في الدنيا إلى سعة القبور وسعة الجنان التي سيدخلها هو والشعب البسني من الشهداء إن شاء الله ولا نزكع الله أحدا نذهب إلى أمسنا نذهب إلى أمسنا ونرى الأمسنا نرى الأمسنا في أمسنا ونرى أن أمسنا في أمسنا ستحقن أمسنا ونحن نرى مكاننا في الهدى من الضوء في النار ونتحدث عنه أنه عملنا في الدنيا هو الذي سيوسع هذا القبر ويجعله روضة من رياض الجنة أو والعياذ بالله حفرة من حفر النار والعياذ بالله لا فرق اليوم أبدا لا يوجد مختلفة اليوم بين النار والعياذ والعياذ بالله لا فرق أبدا 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 في الآخرة بين الرئيس وغفير وملك وحقير وقارية وعبد وأمير كل الأمراء هذا ما ألهم كل الملوك هذا ما ألهم كل الأغنياء هذا ما ألهم كل الزعماء هذا ما ألهم فالتاعزو التاعزو 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 نحن نظر إلى نفسنا كل الأمر الزعماء هذا هنا وإن النار皆さん هنا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة